اشتركوا في القناة انا طبعا بقالي فترة بجاهز الفيديو دوت طبعا كنت المفروض انا كنت بس مسورة في رمضان يعني وكنت المفروض ان انا هنزله لكم على العيد عشان البنات حبيب قلبي اللي بيجاهزوا كده وكان فراحهم في العيد الصغير ولكن قدر ان حصل ظروف فمعرفتش طبعا اكمل كل الحاجات اللي انا كنت عايزة اطلع يعني كل المنتجات اللي انا كنت اللي انا بستخدمها وهطلع عايزة اقول رأي فيها للبنات عشان يجوبوا زيها وكده ولكن هو ده هو المنتج ده هو اللي كان ماخر للفيديو اه فما كنتش لسه ايه يعني كملت في حاجات لسه ما كملتش وده بالذات كان متاخر فكنت عايزة اقول للبنات عليه يعني عشان يجبوه اه فالحمد الله فضل الله الحاجات اكتملت يعني اه وبعد كده ان شاء الله اه لو في حاجات تانية بأمر الله بقاطلع برضو اعمل عليها فيديو اه منفاصل بأمر الله اه اول حاجة حبيبي اه عايزة اقول لكم عليها ان شاء الله انا طبعا اه المنتجات دية طبعا اللي بستخدمها للجسم وللجلد والبشرة وكده لازم تكون اه حاجة كويسة يعني ومضمونة وكده عايزة اقول لكم بجد اول حاجة عايزة اتكلم عليها اللي هو ماسك الصنفرة ده ده بالمشمش المسك ده تحفة تحفة انا عندي واحد بستخدمه يعني اه فده يعني ده جايبها لسه من فترة اه فجميل جدا جدا اه الاولاني كان بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الاحسن يعني اللي يفوقه اللي هو بالمشمش. اه ده كان ده جميل جدا جدا. واستراحة عشان كان جايبه بقى لفترة فمش مش فاكرة كان وقتها بتلاتين تقريبا. اه مش فاكرة الوقت سعره بقى بكامية. تمام? دي اول حاجة عايز اقولها اه بالنسبة يعني دي الحاجات اللي انا باستخدمها للصنفرة. حلوة قوي قوي. تاني حاجة عايز اقولها اتكلم عليها برضو. المسك ده بصراحة القناعة ده تحفى تحفى تحفى. بس مش المصري. الصراحة يعني. هو ده امريكي. وكان جايلي من مش من مصر يعني. كان جاي من بره. اه جميل جدا جدا جدا. ده بيشيل البصور. ده بالنسبة للبنات اللي بغشرتها دهنية وكده. اه يبقى مفيد جدا لهم. السنعة بتاعته اهي. لو لو مش واضحة في في الكاميرا. اهو. اه ميد ان يو اس اي اه. اه فده بسم الله ما شاء الله جميل جدا لازالة الرؤوس السوداء. اه كمان للبنات اللي هما بشرتهم دهنية. فده كان جاي هدية البنتي. اه حلوة قوي قوي عشان هي بشرتها دهنية. اه جميل جدا جدا معها. اه تمام? اه ده بالنسبة الحاجات اللي خاصة بالبشرة اللي انا بستخدمها. اه طبعا انا بستخدم للترتيب اللي هو اه كريم نافيا. بس بصراحة اه ما جبتوش يعني في في العيلة دي. ما جبتوش مع العيلة يعني. اه تاني حاجة عايز اتكلم بقى عليها على معطرات الجسم. انا بحب جدا جدا. اه معطرات الجسم يعني اي حاجة اه بلاقيها اه حلوة وراحتها حلوة. انا بحب العطور جدا. البيرفوم ده بالنسبة لي يعني. وخصصا الحاجات الطبيعية. فالمسك ده. اه رائع رائع رائع. انا بجيبه بصراحة يعني مش بستغنى عنه. طبعا انتم ملاحظين ان انا اه كل حاجة اتنين. فعشان بجيب ليه والبنوتي. تمام? اه ده ممتاز ممتاز في تعطير الجسم والا اه والاماكن يعني في في الجسم اللي اه بحطه كده في يعني بمسك المكعب كده. وبعطر بجسمي. اه جميل جدا جدا. اه رحته حلوة قوي 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 وبصراحة اه حاجة طبيعية يعني. اه كمان ممكن تستخدمي كده تحطيه في في الدولاب عندك. تحقيبي اه يعني مثلا كيسة منديل اي حاجة وتحطيه بس هو بحال وكده. اه في الدولاب بتاعك بيعطر في يعني في الرف بتاعك او في في دولاب زوجك او في دولاب ولادك وكده. بيعطر الدولاب بيخلي ريحته جميلة جدا. وطبعا واضح ان انا عشان لابسة فمش عارفة اه افتحه يعني وكده كده انا هفتحه بعد التصوير. بس شوفوا عايز اقول لكم. ما شاء الله شوفوا اه فضيع ريحته جميلة جدا جدا. وما شاء الله يعني اه رائع بصراحة مسك ده. اسمه مسك الحجر. تمام? اه دي اول حاجة من معطرات الجسم. اه طبعا اه البودميست ده برضو. اه جميل جدا جدا. اه وروايح روايح بتاعته حلوة قوية. انا كنت جايبة الريحة دي لان انا اه يعني قلت اجربه. انا كنت بتجيب منها البنك والتوت والخوخ. حلوة قوي قوي. اه واللفندر. حلوة جميل جدا. والعود. بس انا قلت اجرب هي قردها بان قرر بتخلص. فقلت اجرب دوعة المرة دي. دي عندي بقالها تقريبا تهت اربع شهور. بتوعد كتير جدا. ما شاء الله. يعني حلوة قوي قوي بتقعد فترة طويلة. تمام? اه دي بالنسبة للمعطرات الجسم. اه الاسبري ده طبعا ممتاز ممتاز. اه بصراحة اه انا بحب المنتجات المعطرات اللي راحتها هادية. ما بحبش الحاجات لريحتها نفازة. عشان طبعا المفروض انا بحطها في البيت اه ما بحطهاش طبعا وانا خرجة. بحطها قبل الخروج كده بساعتين بحيث ان هي اصلا راحتها هادية. فبتبقاش راحتها نفازة قوي. فبتبقى راحتها هادية. اه ما بتبقى الظهرة يعني وانا لابسة هدوم الخروج وكده. فبالتالي آآ النوع ده آآ رحته جميلة جدا 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 يعني آآ برضو معي هنا الرحاب منتجات الرحاب ما شو الله آآ منتجات الرحاب ممتازة انا بحبها في المعطرات جدا سواء في المعطرات الشقة آآ او معطرات المفروشات او آآ الاسبريهات آآ وده كان محل آآ المفروض اصلا هو سعره خمساشر جنيه المحل اللي انا جبت منه آآ جايبها دوت آآ كان على عامل عرض يعني آآ فكان آآ الواحد جت جايبها بعشرة جنيه لكن هو اصلا سعره خمساشر جنيه فجبت منه تلاتة عشان انا وبنتي آآ قلت لها بقى اختاري منه اتنين وانا هاخد آآ دوت ومع واحد من دول تمام آآ في حاجة برضو عايز اقول عليها اتكلم فيها آآ ده بالنسبة للمعطرات نجيب بقى الحاجات اللي احنا لسه ما تكلمناش عليها آآ ده مسك الطهارة طبعا آآ كلنا عارفين مسك الطهارة وكلنا عارفين هو يعني بيستخدم ازاي وكده آآ لانا بس الفكرة اللي انا عايز اقولها انا جايبة آآ نوعين نوع جيد ونوع ممتاز تمام عشان بس اقول للبنات حباب قلبي آآ اللي هما بيجيبوا في جهازهم دلوقتي يبقوا عارفين آآ ما يدحكش عليهم يعني وبقوا عارفين هما بيجيبوا ايه انا هفتح معاكم واحدة دل من دلوقتي بصوا حبابي الاصلي بتلاقي اللي عبوة بتاعتها الخارجية بتبقى بالشكل ده ده الاصلي تمام آآ اللي مش اصلي بقى بتبقى اللي عبوة بتاعته زي ما انتم شايفين هكده آآ بتبقى بهتة بالشكل ده آآ ما بيشتروا اللي في جهازهم يبقوا عارفين آآ النوعية دي هي اللي طلعت اصلي تمام شوفوا بقى عايزاكوا تبصوا هنا على الفرق وطبعا مش عارفها شيء لالتيكت دوت بس انا عايزاكوا هو الفرق واضح يعني واضح على القل من هنا تمام آآ شوفوا الفرق بين دي بين الازازة دي وبين وبين دي آآ دي بسم الله ما شاء الله مركزة جدا جدا اللي هي دي ده الاصلي ده السعودي اللي هو مسك الطهرة السعودي الاصلي تمام ده بقى عايزا اقول لكم ريحته ممتازة ريحته رائعة يعني بص بيتعطر بيه الاماكن اللي هي اهو شوفوا آآ شوفوا عايزاكوا بس لتاخدوا بالكو ان هو آآ تقيلة هو مركز يا رب يكون الكاميرا موضحة اهو شوفوا تقيل جدا يعني ما شاء الله شوفوا مركز زي وآآ جل يعني زي الجل كده واسط يعني لوها جل تقيل آآ ولا هو ما شاء الله ريحته آآ انا بعشاء المسك دوت النوعية دي انا بعشاءها جدا بحبها قوي قوي بتبقى ما شاء الله خليها ريحت الجسم جميلة جدا هوريكوا بقى الازازة التانية اهو اهو عايزاكوا تاخدوا بالكو شوفوا خفيف شوفوا خفيفي ازاي اهو شوفتوا يا رب يكون آآ اكون ادرة اوضح لكو يعني بالفرق بين الاتنين آآ الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيبي بقى عايز اقول لكم البنات حبيب قلبي العرائص اللي بتجهز آآ طبعا احنا عارفين كلنا عارفين احنا بنستخدم مسك التهارة دوت ازاي وبنستخدمه فين آآ في الاماكن الخاصة طبعا وفي منطقة الاندر ارم وفي المنطقة اللي هي آآ الاماكن الجسم اللي هي آآ اماكن التعرق وكده وبتستخدمي آآ بالآ بالآ بدي بتحطها كده آآ جامبر ابتك ورا ودنك آآ في الاماكن اللي انا ذكرتها بالآ بالعود بتاعها او بالحاجة دي يعني بالآ بالآ بتاعها دي بالغطى بتاعها ده تمام آآ طبعا انا مش هارفة اسمها بس هو انا بستخدمها بكده وبتعطري بقى آآ في اي مكان آآ طبعا احنا فاهم آآ يعني طبعا كلنا عارفين هو مسك التهارة بيستخدم ازاي? وبيستخدم في ايه? آآ فطبعا هي اسمنا عن آآ امنا عائشة رضي الله عنها آآ فهو بسم الله مشو الله يعني مسك ده بصراحة ممتاز آآ ورائع جدا 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 يعني آآ ده بالنسبة للمسك التهارة كنت عايزة برضو اوضح للبنات مع مسك الحجر دوت آآ جميل جدا برضو لازم تجيبوه تحطوه ان شاء الله في الدوليب بتاعتكو آآ وفي الفودلاب زوجك وكده بيعمل ريحة حلوة قوي وبيتعطري بجسمك كمان تمام آآ ده بالنسبة لايه للمعترات آآ برضو عايزة اقولكو آآ عايزة اقولكو يا حبيبي على البودرة دي بودرة بودرة الجسم دي البودرة دي معطرة للجسم انشانتر جميلة جدا جدا آآ ريحتها ممتازة عايزة اقولكو اللي هو اللي ده آآ والروز ريحتو مش قد كده الوردة اللي هي الصفرة دي والوردة اللي هي اللونة موف جميلة جدا جدا وريحتها مغطرة عايزة اقولكو دي بصراحة ريحتها طحفة آآ البنات حباب قلبي دي برضو كان جيالي من بره آآ ودي والماس كده آآ بصراحة آآ دي ريحتة حلوة قوي قوي انا برضو يعني هي موجودة هنا في موجودة هنا برضو في المحلات آآ ادوات التجميل والصيدليات وكده آآ الوردة الصفرة دي ريحتها طحفة انا كنت جربت قبل كده اللي هي الوردة الموف او الوردة البنفسجي آآ بصراحة آآ الاتنين دول هم احلى حاجة لكن الوردة البنكر هيتها مش يعني هي بتختلف من من ازواء يعني من واحدة لاخرى آآ لكن دي بصراحة جميلة جدا جدا وطبعا احنا فاهمين آآ الاماكن برضو منطقة الاندرارم والأماكن اللي هي آآ فيها آآ الاماكن اللي بيبقى فيها تعرق يعني تمام بتاخد الشهور بتاعك وبعد برضو بفاهم البنات حبيب قلبي المعترات دي كلها بتحطيها بعد الشهور على طول آآ بعد ما بتاخد الشهور بتاعك بتعطر جسمك بالبودرة دي آآ بتدي ريحة آآ للجسم جميلة جدا جدا اللوشن ده بقى طحفة ده جاي معا كريم نيفيا كان جاي عرض كده على بعضيه آآ ده برضو كان جاي لهدية آآ جميل جميل جدا عايز اقول لك يعني اللوشن ده بزبدة الكاكاو وفيتامين اي طحفة للبشرة الجافة بتستخدمي آآ بعد بتستخدمي بعد الشهور آآ بتستخدم اللوشن دوت وبعد كده بتستخدمي كريم نافيا آآ طحفة طحفة وعايز اقول لك ريحته حلوة قوي قوي آآ جربوه الملمس بتاعه كمان جميل جدا اهو تفتحي كده بتضغط عليها كده آآ تقفليها تضغط عليها كده اهو بتفتحيها عايز اقول لكو آآ عايز ابردكو بس السمك بتاعها شوفوا آآ سمكه رائع رائع ممتاز فانا حط منه الوقتي على قدية اهو آآ بيرطب حلوة قوي قوي هو على قد ما هو آآ هو ريحته زي كريم نافيا بالضبط ولكن آآ بيعطر عفوا بيرطب آآ البشرة بيرطبها آآ آآ رائع يعني بصراحة بيخليها نعمة وجميلة آآ تمام ده بالنسبة للمعترات الجسم خلاص خلصنا من الجزء ده عايز اتكلم بقى على الحاجة الكريم التحفة الفنية ده بصراحة ممتاز ممتاز آآ برضو حباب قلبي لازم تجيبيه في جهازك ان شاء الله هيفيدك جدا وهيعجيبك جدا جدا الكريم ده اسمه العود الملكي آآ رائع انا بقى لي تقريبا تلات سنين ماشي عليه انا وبنطي ما شاء الله حلوة قوي 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 آآ طبعا انا كنت بشتغل في المنتجات دي وكنت بجيبها للزباين وكده كنت بجيبها للزباين يعني كانوا بياخدوها مني وكده كل اللي كانوا بياخدوه مني يجربوه بيقولولي آآ ممتاز آآ اولا بيعطر بتبطالي اربعة واشرين ساعة ريحتك رائعة طبعا بتحطها في منطقة الاندر ارب اللي هي تحت القبط يعني آآ آآ ممتاز الكريم ده عايز اواروه لكو كده شوفوا ما شاء الله الكريم ده رائع بصراحة طحفة خدوا بالكو فيه برضو حاجة لازم تجي به آآ عليه العلامة اللي هي الفود دي ده الاصلي تمام اللي مش عليه العلامة دي تعرف اللي ده اللي هو ايه آآ سوقي آآ مش مش اصلي ومتصنع آآ اللي هو ايه زي ما بيقولوا في المصنع اللي هي تحت السلم يعني آآ تمام يعني اعتقد انتو فاهمين يعني آآ الكريم ده طحفة طحفة اولا بيعطر زي ما قلتلك بيعطر منطقة الاندر ارب اللي هي منطقة تحت القبط بيعطرها بيخلي راحتها جميلة جدا آآ بتعطري بي كمان المنطقة بين السديين جميل 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 جدا جدا آآ بيمنع ظهور او بياخر آآ ظهور الشارد آآ في منطقة تحت القبط جميل جدا جدا بياخر وبيفتح كمان المكان يعني آآ بيعمل تلات حاجات بيعطر الاربعة عشرين ساعة وبياخر نمو الشار آآ وكمان بيفتح المكان اللي هو تحت القبط او منطقة الاندر ارب تمام آآ الكريم ده رائع يا بنات لازم تجيبوه ان شاء الله في الجهاز بتاعكم آآ يعني ان شاء الله هو موجود في محلات الادوات اللي بيبيع الادوات التجميلية آآ عايز اقول لكم كمان على منتجات بقى الشعر الزيت ده اسمه زيت الارجان انا جايبه الزيت ده تقريبا من قبل رمضان بشهر آآ باستخدمه هو اصلا هو المفروض المفروض الزيت ده للشعر وللجسم تمام؟ انا وبنطي بنستخدمه للشعر تمام؟ هو حلو قوي 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 عايز اقول لكم آآ آآ يعني ما شاء الله ممتاز ممتاز جدا جدا الزيت ده بس للأسف انا جيت اجيب منه تاني رحت اللي عطار فت جايبه من عطار كده آآ عطار كبير يعني هنا في المنصورة فروحت اجيب منه تاني للأسف ملقتوش موجود آآ فمحتفظة بلعبوه ومعاتش فيها غير اللي هي ما شاء الله بقولك من قبل رمضان بشهر ولسه عندنا وانا وبنطي بنستخدمها فما شاء الله تحفة تحفة جميل جدا الزيت ده آآ زيت الارجان ده تحفة تحفة آآ ولازم تتأكد ان هو الاصلي قبل ما بتجي به تمام؟ الاصلي بيبقى سمكه كده ما بقاش تقيل ولا خفيف بيبقى بالوضع ده كده تمام؟ آآ ياريت البنات برضو يجبون شاء الله وزي زيت السيروم كده بتحطيه بعد ما بتصراحي شعرك واتلف فيه كده فبيبيسبت لك الشعر يعني آآ المكون الجميل الرائع بقى الخطير اللي بقى لي كام سنة بستخدمه بصراحة آآ حاجة خيالية يعني كريم الككار او الككار السوداني الاصلي بالكرياتين والبروتين ده تحفة تحفة آآ عايز اقول لكم ان ده الاصلي اهو مكتوب هنا الاصلي حذروا التقليد لو هو مش واضح مش عارفة كده كده واضح او كده واضح اهو آآ الكريم ده تحفة او زيت الككارة دي تحفة ممتاز جدا طريقة الاستخدام طبعا اهو بتاخد كمية وتحطيه على شعرك او عشان تعمليه ده بالنسبة لو انت هتعمليه حمام كريم بتحطيه على آآ في اناء آآ حاجة كده آآ على النار وبتسيليه خالص وبعد كده زي الزيت يعني وبعد كده بتخسيلي شعرك وبتحطيه بقى بعد ما بتجفف الشعر بتدهيني بيه الزيت الككارة ده من فروة الرأس وتدعاكي بيه كويس جدا آآ بحركة دائرية كده طبعا بتحطي على فروة الشعر وبتدعاكي بيه آآ بحركة دائرية كده عشان بيعمل بيعمل على آآ انبات الشعر الصحي آآ تمام آآ وبتلاحز كمان ان هو ما شاء الله بيفرد الشعر يعني هو بيعمل حاكتين في وقت واحد بيفرد بيطلع يعني الشعر اللي هو الضر بينزل والشعر اللي هو اللي بينبت الشعر الصحي وفي نفس الوقت بيفرد الشعر جميل جدا جدا والاصلي برضو آآ عليه العلامة دي ومكتوب عليها تمام آآ برضو انا بحاول اهو بعرف البنات حبيب قلبي عشان لما ينزلوا يشتروا لان الككارة ده في السوق آآ شاء الله في منه تقليد كتير جدا ونادرا ما لما تلاقي حد عنده آآ ضمير وثقة آآ تلاقي عنده الاصي ده تمام هو مكتوب الاصلي آآ مكتوب عليه اهو آآ والعبوة بتاعته بتبقى بالشكل ده وفيه منها البلاستيك برضو بس ببقى البلاستيك احيانا فيه اصلي وفيه مش اصلي الاصلي مكتوب عليها والاصلي احزار التقليد تمام يا رب بيكون آآ النهاردة المعلومات اللي بقولها لكم يا حبيب قلبي تفيدكم النهاردة آآ كمان آآ مش عايز تطور عليكم الفيديو اكتر من كده آآ مش عارف الكاميرا ما كدش موضحة ولا ايه اهو يا حبيبي الاصلي اهو العلامة بتاعته اهي آآ والجملة دي لازم تكون على اللعبوة اللي هاجبيها آآ الاصلي احزار التقليد اهو آآ عايز افتحه لكم كمان عشان اوري لكم اهو ان شاء الله عشان تستخدمي بقى صح اللي ازا ما انا قلتلك هتستخدمي في حاجة في انها كده آآ طبق آآ طبق آآ آآ المونيوم اي حاجة وبتخدي معلقة وتحطيها او الكمية اللي انت هتستخدميها لشعرك وتحطيها على النار يدوب بس يا سياحيه وتمسكي بقى تحطيه على فروة الشعر وتحركي آآ حركة دائرية في شعرك بتعملي عملية تجديد آآ لخلايا الشعر وخلايا وتنشاط الدورة الدموية في خلايا الشعر عشان آآ يوصل الدم آآ للمنبط الشعر بتعمل نمو في الشعر تمام وفي كمان مقدمة الرأس وكده مقدمة الناس اللي هي شعر خلف من قدام او من ورقة او من الجوانب وكده هينفع حل الزيت ده جدا آآ برضو بنات حباب قلبي آآ النوع دوت المعجون الاسنان سنسدين طبعا كلنا عارفينه حلو جدا جدا وماشاء الله بيعطر للفم آآ وكمان بيعمل على آآ آآ تبيض الاسنان وكده آآ النوع الهربل ده تحفى برضو بالقرنفل انا بحب اجيبه وبرتاح عليه جدا آآ بيخفف قلم اللاسة لما بيكون عندك تستخدمي لما بيكون اللاسة عندك ملتهبة او عندك قلم في الاسنان يعني آآ بتستخدميه كحل وقائي يعني لقلم الاسنان وكده لحد ما آآ تروحي للدكتور وكده رائع بصراحة ممتاز وده كان عرض برضو انا مش فاكرة اسعار قوي يا جماعة لان الحاجات دي انا بجمع فيها بقالي فترة آآ فطبعا انا مش فاكرة او ده تقريبا كان بخمستاشر او حاجة زي كده آآ سنسدين طبعا مش فاكرة سعره آآ دوت بتلاتين بتلاتين جنيه آآ سعره سيروح حاليا بتلاتين جنيه بصراحة حلال فيه تلاتين جنيه مش خسارة يعني والكريم ده بخمسة وعشرين آآ يعني انا بحاول اتذكر الاسعار آآ وطبعا عشان بقى عندي بقاله فترة كنت اخر مرة جايبة من شهور بخمسة وعشرين الله اعلم بقى الوقت سعره بكام تمام آآ يا رب النهاردة يكون قدرت آآ آآ بحاجة البنات حباب قلبي اللي هما بيجهزوا وإن شاء الله فرحهم آآ قريب وبيجهزوا بيجيبوا الحاجات ديات فطبعا الفيديو ده ان شاء الله يفيدهم وان شاء الله في فيديو تاني بجهز له هجيب لكم برضو البيرفون والكريمات الترتيب آآ آآ شامبوهات للشعر وكده وكريم وحمامات كريم للشعرو كده آآ بجهز الفيديو ده وان شاء الله ربنا في القريب العاجل ربنا يقدرني ان شاء الله آآ واقدر آآ افتكم بكل حاجة كويسة يعني آآ آآ بجد آآ يا رب كنت النهاردة آآ كنت اضيف خفيفة عليكو حباب قلبي والفيديو النهاردة يكون آآ ان شاء الله عجبكم آآ يا ريت لو الفيديو عجبكو حباب تعملوا اللايك للفيديو آآ واتشيروا الفيديو لأصحابكو حبيبكو. وتعملولي سبسكرايب للقناة. اتفعلوا زر للاشتراك. اتفعلوا الجرس الاحمر. اه بحبكم في الله. وقولوا رأيكم في الكومنتيات في الفيديو دوت. لو عجبكم الفيديو. قلولي ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات من النوعية دي. اه وان شاء الله مع مزيد من الفيديوهات النفعة بازن الله ربنا ينفعني واياكم ان شاء الله. اه بالعلم النفع. اه استودع بحبكم في الله. استودعكم الله لازم لا تضيعه دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.